السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان عاملين ايه يا رب كنوا بخير وحشتونا قوي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلى عنا بدمع اول حاجة كده بالله عليكم بالله عليكم اول حاجة تدعو بالشفة العتمان بالله عليكم دعو بالشفة العتمان سخني جدا هوا بصوا عندنا كده الصبح حوالي الساعة خمسة واربعة حاجة زي كده بقس له الحرارة هي حرارة اه تسعة وتلاتين انا شفتها تسعة وتلاتين وشوية يعني مش عايزة تنزل عن تسعة وتلاتين عاملت دي خافض وعملت دي عاملت دي عاملت دي حاجات كتير ادوية كتيرة بعينها مش عايزة تنزل عن تسعة وتلاتين فادعو بالشفة بالله عليكم اه قمتي كده الاول رحت عاملة جبت خضر مشكل كده عشان عمله خضر شربة خضر يعني كنت اجيب المجمدة اللي في السوبر ماركت دي بس مرضتش قلت لها بتاعت السوبر ماركت دي بتبقى يعني هي مش وحشة بس اه مجمدة كده واحيان بتبقى مركونة دي لها كتير فما حبيتش ان انا اجيبها بس روحي يعني فاقلت لأ هجيب حاجة طوزة كده وفريش اعملهله على طول حتى ايه تبقى القيمة الغذائية بتاعتها كويسة حلوة اه اه اتقولنا يا جماعة بشفة والله العظيم وحيات ربنا انا وولادك يعني تعبنين جدا والله انا وهم وتعبنين اوي اه حطته له وهي تايف الحلة بتستوي واستوت اهيت ويجبت له بقى شوية كده ياكلهم او يشربهم بسوا مش راضي ياكل عمال اقول له يابني كل شربة الخضر حلوة ومفيدة يا عتمان بيشربوا الشربة بس مش راضي ياكل ايه خضار على كم واحدة بطاطس بس ملا اقول له كل الجزر والدسلة وكوسة وفاصلية وبطاطس وجزر يعني شربة خضار معتبرة والله حلوة قوي وما كانش حاجة خالص والله العظيم يا دوب شربشو احبة شربة وخلاص وربنا يا رب يشفي كل مريض يا رب بس هو بصراحة يعني التعب بتاعه ده مش عارفة في ايه مش عارفة يعني انا وديت لك كم يوم كده كل يوم بوديه الدكتور كل يوم ونفس الاعراض هي هي سخونة سخونية ورشح وكحة وفلونزة ويعني عايز اقول لكم الدور جايله جامد يا عيني قوي ربنا يا رب يشفي يا رب يحوش عنه يا رب يا اللي العظيم انا اتعب يا لأ يعني نفسيتي متضمرة بسبب واحد ربنا ايه ايه اكلت اتنين كده حربة الشربة دول وقمت كده روحت جايبة للتلاجة فضتها من اللي فيها كله وقلت بقى اخسلها كده واصبانها مصراحة التلاجة محتاجة ان هي كانت محتاجة انها تنضب بصراحة او تتغسل عفونا يا جماعة والله أنا كمان برضو تعبانة وعندي في الونزة وعندي جبل أنفية ملتهبة وعندي كحة يعني أنا خدت الضر وخفيت بس رجع لتاني رجع لتاني ليه لأن أنا نايمة في الأوضة أنا وعتمان وعزة والتنين على آخرهم فمش مشكلة والله العظيم يعني أنا كنت أتمنى أن أكون كل التعب اللي فيهم ده كنت أتمنى أن يكون فيه بس الحمد لله هو ربنا عاوز كده الحمد لله نحمد ربنا ونشكره على كل اللي يبهلنا وعلى كل اللي يدهلنا والحمد لله بس يا ربي يا ربي يا ربي يخفف عنهم ويعوش عنهم يا رب ويشفيهم ويشفي كل مريض يا رب عفواني عشان سوت سوت عزة طلعي في الفيديو أنا أسفل أنا هو بقى ومسكت التلاجة كده دعاكتها كده بالصابون الصابون المواعين كده وهو جبت كده حاجة قطنه ونشفتها وخليتها ما شاء الله فل هي كانت مكركبة جدا كانت مكركبة على آخر شوفوا بعد ما خلصت كده كل حاجة شايفين الأدوية؟ يعني باب التلاجة كله أدوية باب التلاجة كلها أدوية أعرف في أدوية الباب كله أدوية بصوا والله العظيم يعني شايفين كل ده غير الأكياس جاهبوا كريم ما كناش تغدينا كنا عند الدكتور ورجعنا جبنا بتاعة دوت سندوتشات نيفا وقعدنا كده ايه؟ ناكل لنا وهو بصراحة كنا طلعين عليها تحدي بس هي ما زبطش معنا التحدي فقلت خلص لا مش ما زبطش ما عارفتش أصور لأن أنا يعني متنكده وزعلانة يعني ما عارفتش أكمل الفيديو يعني فقلت لا ما عارفتش أكمله تحدي فقلت لا يلا خلي بقى ايه فيديو وخلص عفوا يا جماعة عشان أنا والله زوري وجعني ويعني الحمد لله على كل حال بس أجل لكم الفيديو ده والله العظيم وأنا تعبنى جدا أوزعت من معلش عرقان من الدواء والله بقدر أتكلم يعني بصوا جسديا ونفسيا الحمد لله على كل حال تسبتنا أن من كنتم تدعونا بالشفة لولادي ربنا يشفيهم يا رب يعافيهم كان نفسي أعمل لكم الفيديو بتاع الأبو كريم تتحدي بس ربنا ما أقردش بقى نحن نعمل نتحدي فأخليتوا فيديو كده ينزل لكم فيديو كده وخلص كنا بقى من الصبح برا و جايين بصوا يعني وقعين من الجوع كنا جعانين جدا اليوم كله كنا برا عند الدكتور ومعرفش نعمل تحليل ومعرفش نعمل نروح نجيب علاج ومعرفش نروح نجيب إيه فجوم كله يعني كنا متشحططين زي ما بيقولوا يعني فما صدقنا بقى وإحنا مروحين أخذنا كده السندوتشات اللي هي النيفة دي وقلنا بقى نتغط محدش بيأكلها اللي أنا وهو على فكر بان كان نفسي فيها بصراحة محدش بيأكلها اللي أنا وبكريم لكن العين ما بيأكلوش النيفة دي خالص والله وانت جابا لهم حاجة تاني معايا منبار اللي جبتلو طاجن ولي جبتلو سندوتشات بتاعة ده سندوتشات باني منبار معايا من عند النفس الراجل وجيت لو وصلتوا معانا لغاية هنا يا جماعة حاطوا لنا الاشتراك واللايك وفعلونا الجرس اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة اهم انا مش عايزة منكو حاجة مش عايزة لايكوات مش عايزة حقي حاجة انا عزاكو بس تدعولي دعوة كده من قلبوكو العثمان يعني دعوة اربعين غريب بتستجاب دعوة اربعين غريب بتستجاب وهم بيؤروا كده فتمنى من الله انو انتم تدعولينا بشيفة ترجمة نانسي قنقر